بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم أحكام المرأة في الصيام الدرس السادس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد نسعد فيه بلقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء فحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله مبارك فيكم فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول استيقظت بعد صلاة الفجر وأكلت وشربت ظنة أن الفجر لم يطلع بعد فما الحكم في فعلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر أوضانا أنه لم يطلع ثم تبين له أنه قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر فإنه يقضي هذا اليوم لأنه تحقق أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر فعليه أن يقضي هذا اليوم أما من أكل شاكا في طلوع الفجر أو ظنا أنه لم يطلع ثم لم يتبين شيء فلا شيء عليه لأن الأصل بقاء الليل الأصل بقاء الليل ما لم يتبين خلاف ذلك هذه أيضا تسأل وتقول هناك من يؤلم في رمضان ويذبح ذبيحة ويدعو الناس لها أو يفرقها ويقول عنها عشاء الوالدين فهل لهذا أصل في دين الله نعم هذا من الصدقة هذا من الصدقة وتنفع الحي أيضا أما إذا كان أنه يقدم للأغنية وغير المحتاجين فهذا لا يكون فيه ثواب وإنما يكون من المباحات يكون من المباحات وليس فيه ثواب نعم التزام الناس لا هو تسمية عشاء الوالدين لا بأس إذا كان للفقراء لا بأس لأن هنا الصدقة التي تنفع بإذن الله نعم أيضا هذه تسأل تقول هل هناك فرق بين الكثير والقليل في من أكل أو شرب ناسيا لا فرق بين القليل والكثير حتى لو شبع وهو ناسي فلا أوروي من الماء وهو ناسي ناس فلا حرج عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله جل وعلا قد فعلت نعم أيضا هذه تقول رأيت ابن البالغ هذه السنة وهو صائم يشرب في نهار رمضان ناسيا فأعطفت عليه ولم أنبهه على ذلك حتى انتهى فهل علي إثم لا إثم عليك لأن المسألة فيها خلاف من رأى من رأى من يشرب ناسيا في رمضان هل ينبهه أو يأكل هل ينبهه من العلماء من يقول لا ينبهه ومنهم من يقول ينبهه لأن هذا من من إنكار منكر لكن الفاعل لم يتعمد فهذا رأاه يأكل فهو خلاف الصيام فيكون منكرا في حق من رأاه لا في حق من فعله ناسيا فينبه عليه والأحوط التنبيه الأحوط أنه ينبهه نعم أيضا هذه تسأل تقول ما حكم الاكتحال في نهار رمضان قلنا فيما سبق إن الأولى أن لا يفعل شيئا في العينين أو في الفم أو في الأنف في نهار رمضان لأن هذا يتسرب إلى حلقه فيكون الاكتحال في الليل هذا أحسن وأتم لكن لو اكتحل في النهار ولم يصل شيء إلى حلقه فلا شيء عليه نعم هذه أيضا تسأل تقول أضع أحمر الشفاء على شفتي في نهار رمضان ويحدث أنا بل شفتي بلساني فأحس بطعم هذه المادة فهل علي شيء إذا مجيتها وإذا حدث وبلعتها فما الحكم لا شيء في تحمير الشفاء ولا شيء في وضع اللسان عليها لأن الشفاء والفم في حكم من الخارج ليس من الجوف لكن لا تتعمد ابتلاع طعم المحمر هذا أو طعم المادة لا تتعمد هذا ولا شيء عليه نعم هذه أيضا امرأة تشتكي من بناتها بأنهن ينمنى عن الصلوات في رمضان فهل تأثم إن هي تركتهم لا يجوز أن يترك المسلم ينام في نهار رمضان ويترك الصلوات الخمس في أوقاتها لا من الرجال ولا من النساء فيجب إيقاظ النايم لأداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة إن كان رجلا يجب إيقاظه ولا يجوز تركه ينام ويترك الصلاة لأنه إذا تركه صار مقررا له أو مقررا له على إخراج الصلاة عن وقتها نعم هذا سائل أيضا تقول عندي 100 ألف ريال وقد أسلفت إحدى بناتي 50 ألف ريال منذ أكثر من سنة ولم تردها بعد والخمسين الأخرى اشتريت بها أرضا فهل علي زكاة المئة؟ أما الخمسين التي في ذمة البنت فإنها تزكيها إذا كانت البنت قادرة على الوفاء إذا كانت البنت قادرة على الوفاء فإنها تزكيها لأنها في حكم المال الذي بيدها إذا طلبته حصلت عليه فتزكيه إذا تم له سنة أما إذا كانت البنت غير قادرة على الوفاء ولا تدري هل ترجع هذه الدراهمة أو لا ترجع فهذه تسمى مفلسة لا زكاة على صاحب الدين إلا إذا قبضه فإنه يزكيه عن سنة واحدة أما بالنسبة للخمسين الألف التي شريت بها الأرض فهذا على حسب نيتك بالأرض إن كانت الأرض تنوينها للبيع والشراء والتجارة ففيها الزكاة وإن كانت تنوينها للسكن أو للبقاء فلا زكاة فيها أو للتأجير فلا زكاة فيها إذا نوتها يا شيخ للتجارة وزاد ثمنها في آخر السنة بأن أصبح مثلا سبعين ألف تزكيه تقوم بما تساوي عند تمام الحول سواء كانت القيمة مثل الثمن التي اشترتها به أو أقل أو أكثر تقومها بما تساوي ولابد من التنبيه على أنها وقت شراء الأرض لم يكن حال الحول على الدراهم فإن كان حال الحول على الدراهم وجبت الزكاة فيها نعم بارك الله فيكم أيضا تقول هذه أرغب في الصدقة في هذا الشهر الكريم ولكن لا أملك مالا يكفي فهل أبيع من ذهبي مع العلم بأن زوجي لا يرضى الشيء الضروري لا تبيعين منه لكن الشيء الفاضل الشيء الفاضل عن حاجتك تصدقي منه نعم أيضا هذه تقول أطيل في السجود الأخير من صلاة قيام الليل أطول من غيره وخاصة إذا كانت آخر ركعتين يصليها نعم تقول عندما أصلي القيام أطيل في السجود الأخير أطول من غيره خاصة إذا كانت هذه الركعتين هي آخر ركعتين يصليها من الليل فهل عليه شيء في هذا الفان السنة العكس أن يكون أول الصلاة أطول من آخره نعم كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم متدرجة ركعتها الأولى أطول من الثاني وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي والركوع والسجود يكون أقل يكون الركوع والسجود في الركعة الثانية أقل من الركوع والسجود في الركعة الأولى هذه أيضا سائلة تسأل عن زكاة الفطر وتقول ما المقصود بزكاة الفطر المقصود بزكاة الفطر الصدقة التي تخرج عند نهاية شهر رمضان يكون سبب هذه الزكاة هو نهاية شهر رمضان ولذلك سميت بصدقة الفطر أي الصدقة التي سببها الفطر من رمضان فهي من إضافة الشيء إلى سببه وهي واجبة وهي زكاة عن البدن زكاة عن البدن فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن فرضيتها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط على كل فرد من أفراد المسلمين كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبد نعم أيضا هذه تقول كيف أخرج زكاة الفطر إذا كان زوجي متوفى ولدي ثلاثة عبناء صغار زكاة الفطر إخرجها الإنسان عن نفسه وعن من يقوم بمؤونته فإذا كانت تنفق على هؤلاء الأطفال فإنها تخرج صدقة الفطر عنهم مع صدقة الفطر عن نفسها تدفعها للفقر أما إذا كان ينفق عليهم غيرهم من أقاربهم فعلى الذي ينفق أخرج صدقة الفطر عنهم نعم هذه أيضا سائلة تقول يجيئني في منزل زكوات فطر حتى يمتلئ ويفيض عن حاجتي قبل العيد بيوم فهل تجب علي زكاة الفطر وعلى من أول نعم إذا زاد ما عندك من صدقات الفطر زاد عن حاجتك لليوم والليلة ما زاد عن حاجتك لليوم والليلة تخرجين منه صدقة الفطر أما إذا كان لا يكفي إلا لليوم والليلة يوم العيد ليلة العيد ويوم العيد فليس عليك صدقة الفطر نعم هذه أيضا حامل تقول أن حامل في الشهر الثاني فهل يلزمني إخراج الزكاة عن حملي الحمل يستحب بإخراج الزكاة عنه وليس واجبا إنما هو مستحب نعم هذه سألة أيضا من الخارج تقول في بلدنا لنا جار كافر وهو فقير معدم فهل تدفع له زكاة الفطر وهل يجوز لي أن أتصدق عليه أما الصدقة الواجبة من زكاة المال وصدقة الفطر فلا يجوز دفعها لكافر وأما التبرعات والإحسان فهذا لا بس إذا كان هذا الكافر ليس منه أذن على المسلمين فإنه لا بس أن يعطى لفقره والإحسان إليه ولأنها في هذا ترغيبا في الإسلام ولكن يبقى أن نقول لا يجوز بقاء الكفار في بلاد المسلمين ولا يجوز استقدامهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب عند وفاته صلى الله عليه وسلم وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان فيحرم على أصحاب الأعمال وعلى غيرهم ممن يستقدمون العمالة الأجنبية يحرم عليهم أن يستقدموا الكفار إلى بلاد المسلمين رجالا ونساء والطمع والمال الذي يأخذونه من وراء هذا يكون حراما عليه بل الواجب أن يستقدموا من المسلمين وهم موجودون ومتوافرون وبحاجة إلى الاستقدام فهم إخواننا وبحاجة إلى مساعدتنا لهم فلتكن أموالنا بأيدي إخواننا ولا تكونوا بأيدي أعدائنا نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم وجعل ما أجبتم ووضحتم في موازين حسناتكم أنه سمع مجيب يوها الإخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة إلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته